موسيقى شيء ثاني الكتاب المقدس بيعلمنا الصلاة نصلي من أجل الحكام في تمثال الأولى صحاحة 2 فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فإذا الكتاب بعلم المؤمن تجاه السلطة أنك تخضع لأن كل سلطة حاكمة هي مرتبة من عند الله بغض النظر شر ولا خير اترك الموضوع لأله فالرب هو اللي بيعرف كيف يعزل أو ينصب ومن بنفس الوقت الحكام تحت مسئولية كبيرة تجاه هذا الموضوع في محاسبة في مسئولية رح توقف أمام الله وتعطي حساب ثم الصلاة نصلي من أجل الحكام